السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في تتمة دراسة النص المسترسل الرجل والتمساح والأرنب إذن في هذه الحصة سنشتغل على الجزء الرابع من هذا النص لكن بداية سنلقي نظرة على هذا المشهد إذن نلاحظ في هذا المشهد هناك أو الرجل دائما فهو يضع على رأسه أوراق الشجر يحملها بيده ثم أيضا فهو يحمل جرابه وداخل هذا الجراب يبدو أن هناك شيئا ثقيلا في هذا الجراب قد يكون هو التمساح بينما الأرنب فهو قد أطلق ساقيه للريح هاربا إلى أعماق الدغل إذن سنقرأ هذا النص ثم سنجيب عن الأسئلة لدينا أخذ الأرنب يفكر هم ثم قال أيها التمساح في رأيي أن الحق بجانبك لأن التماسيح لا تتيه في أعالي الأدغال وأريدك أن تثبت لهذا الرجل أن جرابه لا يمكنه أن يسعك كلك كما يدعي ادخل فيه واخرج وإذا بقي ولو جزء صغير من ذلك خارج الجراب فإنني سأعتبرك صاحب الحق والرجل ظالما فتح الرجل جرابه واسعا وخرج التمساح من الماء ودس رأسه في الجراب لكنه أبدى ترددا للحظة ثم انزلق إلى عمق الجراب قال الأرنب أيها الرجل أسرع وأحكم إغلاق فتحة جرابك وخذه إلى بيتك فإذا كان لك بالبيت أرز مهيئ فها أنت قد حصلت على لحم لمصاحبته رد الرجل أنت صاحب الفضل في حصول على هذا اللحم فهل تقبل دعوتي للعشاء معي في بيتي؟ رد الأرنب كنت سأقبل دعوتك لو كان لحم التمساح ألذ وأطيب من لحمي وفر الأرنب بقفزات واسعة إلى أعشاب أعالي الدغل فغاص فيها حتى لم يعد يظهر منه سوى طرفي أذنيه الطويلتين إذن هذا هو الجزء الرابع من النص وهو يبتدئ من أخذ الأرنب يفكر إلى غاية نهاية هذا النص إذن الآن سننجز الأنشطة المرتبطة بهذا الجزء لدينا تأطير النص أو تأطير الجزء الرابع إذن أطرناه سابقا قلنا ثم المطلوب مننا أن نستخرج الأحداث الواردة في هذا الجزء مرتبتا مع ذكر مكان وقوعها وأيضا زمن وقوعها إذن الأحداث الواردة في هذا الجزء كما رأينا فهي اعتبار الأرنبي أن الحق مع التمساح وعليه أن يؤكد عدم مغادرته النهر بمحاولة الدخول إلى الجراب ثم خروج التمساح من الماء ودس رأسه في الجراب وانزلاقه إلى داخله أيضا أمر الأرنبي للرجل بالإسراع إلى إغلاق الجراب والذهاب به إلى بيته ثم توجيه الرجل الدعوة إلى الأرنبي لتناول العشاء معه وأخيرا فرار الأرنبي إلى أعماق الدغل إذن هذه هي أحداث هذا الجزء فيما يخص مكان وقوعها فهي تقع جانب النهر أو على ضفة النهر إذن سنقول مكان وقوعها هو ضفة النهر أما زمن وقوعها فهي دائما في سالف العصر والزمان أي في زمن الماضي المطلوب مننا أيضا أن نستخرج الشخصيات الآدمية والشخصيات الحيوانية إذن الشخصيات الآدمية طبعا هو الرجل أما الشخصيات الحيوانية فهناك التمساح وهناك الأرنب أيضا لدينا أبدي أو السلوك الذي أعجبني إذن السلوك الذي أعجبنا في هذا الجزء هو تميز الأرنب بالدكاء والفطنة عندما وجد حلا للرجل وخلصه من قبضة التمساح وذلك بأن استدرجه إلى أن يدخل إلى الجراب ومن ثم أن يغلق عليه الرجل الجراب ويأخذه إلى بيتي إذن السلوك الذي أعجبني في هذا الجزء وهو تميز الأرنب بالذكاء والفطنة نمر لي أبدي رأيي في شخصية إذن سنحاول أن نبدي رأينا في جميع شخصيات النص إذن سنبدأ بالرجل إذن الرجل فهو لم يتجرد من إنسانيته وساعد التمساح الماكر إذن الرجل رجل طيب رجل تميز بالإنسانية بتعاون بالرحمة إلى غير ذلك الأرنب إذن الأرنب كما رأينا هو حيوان ذكي كان سببا في نجاة الرجل من قبضة التمساح أما التمساح رأينا فيه هو حيوان أناني ناكر للجميل ولا يستحق المساعدة أيضا لدينا أسرد المقرؤ إذن هد الأجزاء أو هد الجزء الرابع الذي قرأنا يمكن أن نسرد أحداثه شفويا اعتمادا على الأحداث المرتبة التي قدمت لكم سابقا انطلاقا منها ممكن نسرد أحداث هذا الجزء نمر الآن للاستثمار الإجمالي للنص نبدأ بالسؤال الأول أنشئ معجما للكلمات التي تعرفتها أثناء قراءة أجزاء النص إذن سننجز خريطة كلمة من الكلمات سنحدد نوعها ومراضفها وضدها وسنركبها في جملة أو في سياق إذن اخترت لكم كلمة سالف إذن هالكلمة وردت في بداية النص في قول الكاتب ذات يوم في سالف العصر والزمان إذن سالف فنوعاته الكلمة اسم ثم معنى سالف إذن في سالف العصر والزمان أي في سابق العصر والزمان أو في ماضي العصر والزمان إذن سابق أو ماضي هو مراضف سالف أما ضدها فهو قادم العصر ومقبل العصر إذن قادم أو مقبل ثم سنركبها في سياق مثل أنسى نركبها في جملة كما يلي قرأت قصة وقعت أحداثها في سالف الزمان كهذه القصة التي تعرفنا عليها في هذا النص ثم سؤال الثاني أعطي لكل شخصية في العنوان صفة إذن العنوان هو الرجل والتمساح والأرنب إذن سنعطي صفة لكل شخصية إذن مثلا شخصية الرجل إذن هو شخص أو شخصية طيبة غبي كذلك لماذا؟ لأنه وثقة في التمساح المفترس التمساح الذي لا ثقة فيه فهو قادر على أن يفتك بالإنسان إذن ممكن نعتبره حتى الرجل ممكن نعتبره غبي في هذه الحالة كذلك من الصفات فهو متعاون لأنه قام بمساعدة التمساح على الخروج من النيران وإعادته للنهر ثم لدينا التمساح إذن من صفاته ناكر للجميل إذن رغم أن الرجل ساعده ووعده التمساح بأن لا يؤذيه فهو أخلف الوعد بالتالي فهو ناكر للجميل كذلك متهور الأرنب إذن الأرنب من صفاته ذكي إذن تميز بالذكاء وهو الذي كان سببا في إنقاذ الرجل من قبضة التمساح كذلك فهو حذير إذن هو لم يقترب من التمساح وأخذ الحيطة والحذار كذلك من صفاته حكيم إذن هو بذكائه وحكمته استطاع أن يساعد الرجل على الإفلات من قبضته بفعل ما قام به هذا الأرنب من أجل إنقاذ الرجل ثم السؤال الثالث ما الذي يبين عدم ثقة التمساح في خطاب الأرنب إذن الأرنب عندما قال للتمساح جرب أن تدخل إلى الجراب وسأرى هل سيدخل جسدك كاملا أم ستبقى بعض أطرافك خارجة فهو لم يثق في التمساح وبالتالي فتردد في الدخول إلى الجراب ولهذا سنقول ما يبين عدم ثقة التمساح في خطاب الأرنب هو تردده في الدخول إلى الجراب رابعاً السخرج من الصور الأربع ما يثبت أن أحداث نصي وقعت في إفريقيا إذن من خلال بشرة الرجل فهي بشرة صمراء ونعلم أن أغلب سكان القارة الإفريقية هم من ذاوي البشرة الصمراء كذلك تظهر الأدغال والأرض قاحلة إلى غير ذلك فكل هذا يبين على أن أحداث النص وقعت في إفريقيا إذن ممكن أن نقول ما يدل في الصور الأربع أن أحداث النص وقعت في إفريقيا قلنا بشرة الرجل صمراء أيضاً لباس الرجل إذن الرجل كما لاحظنا فاللباس الذي يلبس غالباً يلبسه السكان في القارة الصمراء وحمل أوراق الشجر على رأسه كذلك وأيضاً الأدغال والطبيعة الجافة نمر إلى السؤال الخامس لدينا لو كنت مكان الرجل هل كنت ستقوم أو ستقومين بما قام به تجاه التمساح ولماذا؟ إذن شخصياً لو كنت مكان الرجل لن أغامر بنفسي وأقوم بمثل ما قام به هذا الرجل لأن التمساح ناكر للجميل التمساح مفترس التمساح متهور لا ثقة فيه إلى غير ذلك إذن يمكن أن نجيب عن هذا السؤال كما يلي لو كنت مكان الرجل لن أغامر بنفسي وأقوم بمثل ما قام به تجاه التمساح لماذا؟ لأن هذا الأخير أي التمساح حيوان مفترس ومعروف بالمكر والغضر وعدم الرحمة سؤال رقم ستة قال التمساح للرجل كيف أقابل بالسيئة حسنة رجل ينقذني؟ لكنه هم بافتراسه لما أنقذه ما رأيك في هذا السلوك؟ إذن تمساح كما رأينا قال للرجل كيف أقابل بالسيئة حسنة رجل ينقذني؟ أي كيف أسيئ إليك وأؤذيك وأنت الذي تنقذني من النار؟ لكن عندما دخل إلى النهر هم بافتراسه إذن وأراد أن ينال منه إذن ما رأيك في هذا السلوك؟ إذن هذا سلوك سيئ لماذا؟ لأن الرجل ساعد الرجل أو ساعد أفوان التمساح وأعانه على العودة إلى مياه النهر ولكن التمساح انقلب عليه إذن هذا سلوك سيئ وغير مقبول وهذا يدل على نقران الجنيل وعدم الوفاء بالوعد الذي قطعه التمساح على نفسه للرجل إذن ممكن أن نعطي رأينا في هذا السلوك كما يلي إذن رأيي في هذا السلوك إنه سلوك سيئ وغير مقبول يدل على نقران الجميل وعدم الوفاء بالوعد ثم سابعا من الشخصية الذكية في النص ومن الشخصية الغبية أبرر جوابي إذن ممكن أن نقول الشخصية الذكية في النص هي الأرنب لماذا؟ لأنه صاحب الحيلة التي خلصت الرجل من قبضة التمساح أما الشخصية الغبية فأرى أنها هي التمساح لماذا؟ لأنه انطلت عليه حيلة الأرنب بعدما نفذ ما طلبه منه ثم السؤال الثامن أحدد عبارات النص الدالة على السلوكات التالية أو ضدها قول الحق الحكم بالعدل الوثوق بالآخر إجابة دعوة المستغيث جزاء الإحسان والتصرف بذكاء ودون عنف إذن قول الحق إذن نجدها في قول الأرنب للرجل والتمساح لا تقول إلا الحق ثم الحكم بالعدل تعال وحكم بيننا أيضا الوثوق بالآخر هو قول الرجل أخاف أن تفترسني إجابة دعوة المستغيث قول الأرنب للتمساح أدخل هنا حتى أتمكن أو عفوا قول الرجل للتمساح أدخل هنا حتى أتمكن من حملك دون خوف جزاء الإحسان قول الرجل للتمساح ألا تخجل من أن تقابل بالسيئة الخير الذي صنعته لك وأخيرا التصرف بذكاء ودون عنف قول الأرنب للتمساح أيها التمساح في رأيي أن الحق بجانبك لأن التماسيح لا تتيه في أعالي الأدغال إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على حسني المتابعة